وزي ما متعودين مع حضراتكم بنبدأ بمجموعة من الأخبار والموضوعات وطبعا يعني على رأس هذه الموضوعات طبعا متابعة لكل تداعيات حدث قطرية سوهاج وأخبار تانية كتير بدايتها مع شازلي تفاضل يا شازلي شكرا لك يا هدير مبارح سيد الرئيس عبد الفتاح سيسي عمل اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي وسبع من الوزراء لمتابعة حدث تصادم قطرية سوهاج اطلع على كل التفاصيل وعلى تطورات التحقيقات فيه ووجه بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين وكمان صرف معاش ثابت ليهم بناء بقى على نسب العجز جراء الحديث ده طبعا غير صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا كمان وجه سيد الرئيس بتطبيق إجراءات التحديث الشامل لمرفق السكك الحديد على مستوى الجمهورية واللي فيه نظم إلكترونية حديثة بالتوازي بقى مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات وده لضمان تعزيز السلامة والأمان للركاب اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والفريق كامل الوزير وزير النقل والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة حادث تصادم قطاري سهاج وقد اطلع السيد الرئيس على كافة التفاصيل ذات الصلاة بالحادث وملابساته وتطورات التحقيقات الجارية فضلا عن التقارير المتعلقة بما تم اتخاذه حتى الآن من إجراءات علاجية وطبية تجاه المصابين وكذا التعويضات للشهداء والمصابين وقد وجه السيد الرئيس بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين وصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا كما وجه السيد الرئيس بتطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذري الشامل لمرفق السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وما يحتويهم النظم إلكترونية حديثة بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات وذلك لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب مع تقبل إمكانية حدوث بعض التأخير في مواعيد القطارات إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة وقيام المسؤولين المعنيين بشرح دقيق للمواطنين بكافة التفاصيل ذات الصلة التي سوف يتم تطبيقها في هذا الإطار حيث إن اكتمال المنظومة بشكل نهائي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط من الكوارث اشتركوا في القناة